يوم همّت الرجال شدّت عليه أنهار في لحظة بسيطة قيل الهزيمة يتيمة والنصر له ألف أب هذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة في شبوة شبوة التي أثبتت أنها عصية على قوات المجلس الانتقالي وكسرت المدرعات الإماراتية سجلت نصراً مستحقاً لكن لا يزال أمامها مشوار طويل لتعلن انتصارها النهائية في ظل استمرار تحشيد الانفصاليين إليها هتف الجميع لشبوة التي ردت الاعتبار للجيش الوطني والشرعية ذاتها في الجولة الأولى من المواجهة فقد تمكنت قوات الشرعية من تأمين المحافظة ووجه المحافظ محمد بن عديو رجال الأمن والجيش بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في المحافظة لكن الانتقال لن يقف ساكناً ولن تسلم الإمارات بخسارتها في معركتها التي أعدت لها طويلاً فأربع سنوات كانت لمعركة أعد لها جيداً وباتت قوات الحزام الأمن والنخبة المدعومة من الإمارات مهيئة تماماً للانقضاض على المحافظات الجنوبية وإسقاطها الواحدة تلو الأخرى سقطت عداً وأعقبتها أبياً لكن ما حدث في شبوة خلال ساعات الماضية قلب المعادلة فوتت شبوى الفرصة على الانتقال والإمارات معاً وتمكن الجيش الوطني والسلطة المحلية من مواجهة أدوات أبوظبي لكن المعركة لم تنتهي بعد ولا تزال الأخطار تحيط بهذه المدينة الصلبة فقوات الحزام الأمن المدعومة من الإمارات تعلن التعبئة العامة لتحرير عتق حسب تعبيرها تقول الأنباء الواردة أن الانتقال يحشد المقاتلين للسيطرة على عاصمة المحافظة واستعادة الاعتبار المفقود وهذا يعني أن الخطر لا يزال يحدق بشبوة أكثر من أي وقت مضى تحذيرات كثيرة أطلقها متابعون من مغبة ترك شبوة تواجه مصيرها منفردة دون تعزيز عسكري أو مساندة سياسية بالإضافة إلى تحرك دبلوماسي ضد أبوظبي كداعم ومسؤول عن هذا العبث هذا وحده ما قد يجعل انتصار شبوة حقيقة واقعة أو فلتنتظر المصير ذاته الذي لاقته المقاومة في يريم وعتمة وحجور وغيرها من المناطق التي قاتلت وحققت انتصارات كبيرة في مواجهة ميليشيا الحوثين لكنها خسرت المعركة نتيجة نقص الدعم والإسناد وخذلان الشرعية فهل ستحرص قوات الشرعية على تلافي أي خسارة عسكرية في الجولات المقبلة؟ هذا ما ستجيب عنه اللحظات القادمة